كابتن صالح سليم مؤسس فلسفة الكرامة مؤسس فلسفة الاهلي فوق الجميع وبعيدا عن كورة القدم فهو من أبرز الرياضيين في تاريخ مصر الذين نجحوا في عالم السينما حكاية كتيرة وكواليس رائعة كلنا عشناها مع كابتن صالح سليم فكابتن صالح سليم كمان أنا بالنسبة لي أنا كان أب ويمكن من ساعة ما دخلت النادي الاهلي سنة 84 وكان لي بعض المواقف معايا حسكر منها ثلاث مواقف بالتحديد يمكن أول ما رحت النادي الاهلي سنة 84 كابتن صالح صمم إن أنا قابل مواقع العاد إن هو يقابلني في مكتبه في الزمالك رحت وكان معايا والدي وقال لي بالضبط كده إزايك عامل إيه كويس أنا يا ابني سمعت عنك وجيت ماتش عشان أشوفك بس لقيتك إيه مش عارف قالوا لي عنده انذارين ولا مصاب فما شفتكش قالوا لي عنك كلام كويس وبعدين سمعت بقى أن أنت مش عارف بتقول أن مش عارف ده مين حيديني كام وده حيديني كام أنا عايز أسألك سؤال واحد بس أنت دلوقتي جاي عشان النادي الاهلي ولا جاي عشان الفلوس كلام ده كان سنة 84 بالزبط قلت له لا يا كابتن طبعا أنا جاي عشان النادي الاهلي لو ما كنتش جاي عشان النادي الاهلي ما كنتش جيت لحضر دك هنا يعني أنا كنت الإجابة حضرة ولكن هو قال لي بالزبط الكلام ده سنة 84 ما كنتش فلوس زي لي ومين دول قال لي الاهلي ولا الفلوس بس أنت لو جاي عشان الاهلي هتعمل فلوس النادي الاهلي هو اللي بياخد البطولات لو لعبت في النادي الاهلي هتروح منتخب مصر لو لعبت في النادي الاهلي هتبقى مميز هتبقى الكاميرا عليك وكل حاجة هتبقى هتجيلك من خلال النادي الاهلي فانا قلت له طبعا النادي الاهلي كان سنة 84 الكلام ده يعني لو كان عايش دلوقتي والكلمة دي موجودة كان زماننا يعني بنتكلم عن الكابتن صالح لحد النهار التاني موقف كان مع الكابتن صالح ويمكن ديه أول مرة أقولها وأول مرة ناس كتير تعرفها يمكن بعد ماتش الأهلي والزمالك سنة 92 في كاس مصر اللي احنا كسبناه 2 واحد وكان لها الشرف ان انا جبت الجولين في المباراة ديه بعد ما كنا احنا خسرين الدوري واخدنا الكاس فالجمهور يمكن من الاستاذ لحد ما وصلنا النادي الاهلي تقريبا ورانا وقدامنا وجنبنا وإحنا ماشيين درجة ان احنا وصلنا النادي تقريبا في 3 ساعات فجيت انا وكام العيب كده نزلنا قبل النادي بشوية عشان نروح بيوتنا يعني لان الدنيا كانت زحمة قوي اتاري ان في مجموعة من الجمهور فتحولهم للملعب مختار التيتش ودخلوا الناس في المدرجات وكان الكابتن صالح اناك كان مبسوط وفرحان المهم لما جل الاوتوبيس بتاع العيبة فهو سأل علي قال لهم فين اي من شوقي فقالوا له ده نزل فبيقولولي ان هو زعل يعني فالمهم لقيته هو ما كلمنيش بعد الماتش ما كلمنيش انما بعت لي رسالة مع احد الاصدقاء وقال لي انا كنت مبسوط وفرحان بعد الماتش لما كسبنا اتنين واحد وانت اللي جبت الجولين وكنا منتظرينك في النادي وانت ما جيتش والجمهور اللي جاي في النادي ده ليه حقق عليك انك انت تفرحه وتفرح معاه فانت اثرت مع الجمهور الرسالة دي كانت سنة اتنين وتسعين يعني ما قدرتش اقول الكابتن صالح حاجة غير ان انا برضو اعتذرت على الحركة اللي انا عملتها اللي انا غزبة عني لانا ما كنتش عارف ان فيه جمهور في النادي ولكن هو بص بص الايه بص الحتة ان الجمهور ليه حقق عليك كلعيب حتى وانت بتفرحه لازم يفرح معاك والمرة التالتة والاخيرة ودي مش حقق اللي انا اقولها المرة التالتة كنت انا غلطان المرة التالتة والاخيرة كنت رحت للكابتن صالح حاولت الاول ان انا كلمه علشان يبقى النادي الاهلي طرف فيه مباراة اعتذالي ولكن الكابتن صالح في الاول كان رافض ان هو يقعد معاي وبعد كده كلمت للموان ساعدلي القيعي وكان هو الوسيد بيني وبينه وخدت معاد مع الكابتن صالح رحت له برضو في نفس المكتب اللي انا رحت له فيه سنة 84 وده كان اخر لقاء بيني وبين الكابتن صالح قال لي بالزبط يعني بالزبط كده 15 ديئة الكابتن صالح تأديب وتهزيب فيا 15 ديئة وانا ساكن ما بكلمش فبعد 15 ديئة هو كان وصل له كمان حاجة ان انا قلتها بس انا ما قلتاش يعني وقلت له يعني ان انا ما قلتش الكلام دوت حضرك عندك حقف كل كلام اللي حضرك قلته ولكن انا بن ادم ممكن اصيبه اختي ولكن اه انا فعلا في الفترة دي كان لازم ان انا ما عملش الكلام دوت وان انا خلاص يعني مش فرق اوي سنة او سنتين زيادة ولكن كنت بطلت في النادي الاهلي انما هو بالزبط قصى علي 15 ديئة انا حسيت فيهم بأسوة القب وحنان القب بعد كده يعني هو في الفترة دي في 15 ديئة بالزبط تأديب وتهزيب من الكابتن صالح لي وانا ما متكلمش انا ساكت بس وفهمتوا بس بعد كده ان الحاجتين اللي هما وصلوله كان اكيد عن طريق خطأ لان انا ما قلتش الكلام ده وقلت له ان فيه ناس كانت يعني متواجدة مش متواجدة في الحدث بس توصل لها الكلام اللي تقال ومنهم الستاذ عبد مجيد نعمان والمؤانسة عادلية القيعي وكان الله يرحمه الكابتن عماد اليمني فهو بعد ما القاعدة دي خلصت ما قاليش اي حاج يعني ما وعدنيش بقى اي حاج قال لي ان شاء الله ربنا يسهل كده بكل سرامة فهو بعد كده تاني يوم بالزبط لقيت المؤانسة عادلية القيعي بيقول لي تعالى في النادي الاهلي عايزك فقال لي الماسترو وافق ان النادي الاهلي يكون طرف في ماتش عزالك هو قالك ان هو زي ابوك بالزبط وانت ابن من ابنائه وانت عريقت في النادي الاهلي وتعبت في النادي الاهلي وهو مصدق الكلام اللي انت قلته ولكن كل بني ادم بيخطئ وهو سمحك ووافق على ان النادي الاهلي يلعب ماتش الاعتزال بتاعي فدي كانت من ضمن التلات حاجات اللي انا ما نصومش عن الكابتن صالح اشتركوا في القناة